البحثة الأمريكية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية جوي شيا دي بحثة بتعمل دائما في مراكز بحثية ضد مصر يعني جوي شيا بتتجول بين مراكز بحثية دائما ما تعمل ضد الدولة المصرية البحثة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت ونشرت وأزاعت وقالت أن هناك خللا شديدا وحركات غير مريحة من الناحية الفنية والعلمية والبحثية تجاه ما يجري في مصر ايه؟ أنا قلت بتهاجم كما هو المعتاد تفجأت أنه بتقول أن هناك فابركة كده استخدام فيك يعني فابركة فاضحة لهاشتاج موجود في مصر اسمه جمعة الغضب 25 سبتمبر بتقول الباحثة الأمريكية جوي شيا أن هذا الهاشتاج كان مفابركا كان مفابرك بتقول فيه 503 تغريدة ظهروا في دقيقة واحدة في 60 ثانية كان فيه 503 تغريدة لهذا الهاشتاج وحددها بالضبط الساعة 7 38 دقيقة مساء نفس اليوم 24 سبتمبر يعني ايه؟ يعني فيه 500 تغريدة مش 500 تغريدة ظهروا في دقيقة واحدة في تمام الساعة السابعة 38 دقيقة من مساء يوم 24 سبتمبر بتقول ظهرت مجموعة من الحسابات في يوم واحد فجأة تغرد بهذا الهاشتاج هذه الحسابات تم إنشأها إمتى إنشأت الحسابات؟ يوم 16 سبتمبر يوم 20 سبتمبر يوم 24 سبتمبر تم تدشين حسابات حوالي 435 حساب يعني حسابات معمولة حديثاً لهذا الهاشتاج يعني اللي عايزة تقوله جوي شيئة إن فيه كتائب إلكترونية ما كان روبوتات شغالة بتعمل هاشتاجات يقول لك إحنا حققنا الهاشتاج رقم واحد في مصر ورقم واحد في المنطقة ويسقط مش عارف إيه وينجح إيه ويخرج إيه إلى آخره لكن الكلام اللي قالته الباحثة الأمريكية بتقول بالنصة هو اعترفت فيها أنها حللت قامت بتحليل هاشتاجات تم نشرها في مصر خلال الأيام الماضية وقد وجدت أنها جميعاً مفبركة ومشبوها بخصوص هاشتاج جمعة الغضب 25 سبتمبر كان مفبرك كلياً وبالأرقاء وقالت ظهرت 503 تغريدة في دقيقة واحدة لهذا الهاشتاج في الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء يوم 24 سبتمبر وتابعت هي بتقول ظهرت حسابات مشبوهة تغرد بهذا الهاشتاج هذه الحسابات تم إنشاؤها في يوم واحد وهو يوم 16 سبتمبر و20 سبتمبر و24 سبتمبر تم إنشاء ما بين 335 و435 حساباً في يوم واحد وتابعت عندما تم التحقيق في هذه الحسابات التي تم إنشائها في هذه الأيام قاموا جميعاً بمشاركة صور ذاتها للملف الشخصي والخلفية كما قاموا بنشر رسائل وشعارات مناهضة للنظام المصري بشكل حصري في هذا الهاشتاج تقول الباحثة إن الحسابات المناهضة للحكومة كانت أقل مصداقية من الحسابات التي دعمت الحكومة المصرية خلال الآيام الماضية شهادة دي شهادة من الباحثة الأمريكية اللي هي مناهضة المصر بتقول يا جماعة الناس دي مزورة مشوهة أنشأوا حسابات يوم 20 ويوم 16 ويوم 24 هذه الحسابات كلها كانت بتشتغل بروبوتات طب الدليل في دليل عندي على هذا كلام قدي التحليل اللي ستة عملته أهو قدام حضراتكم التحليل قدي جوي شية ده كتباه الكلام ده مش نقله أهو على صفحتها ممكن تقدروا حضراتكم تخشوا وتشوفوا قدي الكلام أهو قدي الهاشتاجات ماشية بهذا الشكل يوم 16 فجأة يطلح هذا الرقم يوم 16 يطلح هذا الرقم شايفين الصورة واضحة جدا ماشي 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 فجأة يوم 16 كل دول عملوا حسابات في نفس اليوم عملوا حسابات في نفس اليوم اهو اهو اشتغل اشتغل ماشي وصل ليوم كام 24 يوم 20 يوم 20 يوم 20 شايفين المنحنة هاتلي يوم 24 لو سمحتها صارت من فضلك يوم 24 اهو ده برضو نفس الست كتباه بتكمل الكلام اهو اهو طلعت الهاشتاجات شوية يوم 24 24 بص 25 بالليل شايفين شايفين حجم الهاشتاجات دي تحليل علمي تقني لحركة الهاشتاجات او ما يسمى الهاشتاجات اللي جماعات اهل الشر بيعود لديهم الا فكرة الهاشتاجات والسعي بيأكلوا منها عيش ده من الاخر يعني الهاشتاجات اصبحت هي الغذاء والطعام والشراب والكساء لأهل الشر والمنتمين والمنتسبين اليهم فكرة الهاشتاجات يا جماعة اصبحت خلاص سلاح الاهل الشر الهاشتاج شغال ايه شغال بتاع هاشتاجات طب انت بتاكل منين باكل من الهاشتاجات طب انت بتسبح بربنا بايه بالهاشتاجات طب انت بتستغفى ربنا بايه بالهاشتاجات خلاص الهاشتاجات الهاشتاج بقى نموذج حياة لأهل الشر والمتابعين لهم ما كلنا بنعمل بنعمل تغريدات وغير وغيره ولكن فكرة بعمل هاشتاك بدفع عليك فلوس الحاجات دي مدفوعة الاجر بيدفع فلوس ويشغال بربوتات وشغال بتقنيات حديثة قدامكم الست الامريكانية اللي ما بتحبش مصر لكنها اصلا يعني باحثة رصينة في مجالها وغيره بيتقول يا جماعة ده تزوير وده تهريج وده تغريب اللي بيحصل ده كله كل دول في يوم واحد معمولين في يوم واحد وبتقول كمان انه مش بس الحسابات انشئت كلها في يوم واحد كل نفس الدقيقة اللي هي دي الساعة كانت كاملة صارت سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء يوم الايه يوم خمسة وعشرين بتقول تغريدات موحدة بصور موحدة حتى بخلفية الحساب موحدة كله في وقت واحد يعني معناها قطيع من الانعام والاغنام كله شغال بالماكن تب الكلام ده بيعملوا باشر قاعدين يعني انا برضو عشان افهم يعني هل بيجيبوا ناس قاعدين في مكان زي الاستوديو كده قاعدين كل واحد ماسك جهاز كمبيوتر ولا تليفون وشغال هدول شغالين بيبعت للخرفان بتروحهم يلا كلكوا جماعة غرادوا كذا لكن فيه أجهزة 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 300 جهاز ألف جهاز ألفين جهاز ان شاء الله عشر طلاف جهاز انت وفلوسك اهو اهو ده اسمه ايه ده اسمه ايه يا سروة اسمه اسمه اعمل فيه كل دي الأجهزة وبيشتغل اهو كم واحد قاعدين على كم جهاز من خلال المنظومة اللي موجودة دي بيعمل هاشتاج ممكن يوصل ليه مليون اهما للعيال الصي عبدالله الشريف واسمه معتز مطر والتاني زوبع ومين ومين والعيال بتقع دول عندهم لك انا الحمد لله وصلت مليون واثنين مليون وثلاثة مليون منين ما هي حاجات من هذا الطبيل هي دي الحاجات اهي لا هات يا والد للصور يا والد هاتلي الفيديو ايوه هاتلي لشغال الفيديو اهو اهو شايفين ده يا جماعة ده بيسموها كليك فارمرز كليك دي ده اسم الشركة ودي حاجات اعتقد صيني يا ساروة دي دي صيني الحاجات دي وهذه التقنيات والقليات يعني بتساعد او هي الاساس فيه موضوع نشر الهاشتاجات او نشر الشائعات او انه كل الناس في دقيقة واحدة يوصل رسالة الى ده غزب هو انا الشغل جيوش شغالة واستعال شغالة وتقنيات شغالة وان التحليل هاتلي التحليل بتاع البنت يا ابن تاني هاتلي التحليل بتاع البنت تاني هو ده المقهو يا جماعة اهو يوم يوم 25 كلهم عامل حسابات فوقت واحد مين اللي عامل الحسابات المكان اللي قدامكو ده المكان اللي كنت موري لحضراتكم اللي هو بتاعة مزرعة نقر شغالين يعني عاملين زي الحواسب كلها بتشغل بالريموتات بالريموت كنترول بتحرك ألف حاسب أو ألف حاسوب في وقت واحد يطلع لك ألف تغريدة في وقت واحد تعمل هاشتاك تقول لك إيه الحق الشعب يطالب مش عارف إيه والناس بتطالب إيه وهم مجموعة من المكان والأجهزة زي ما حضراتك شفته في الفيديو المرفق والتحليل للست الست جوي شية بهذا الإطلاق